بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة التفسير احلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية العيش الفينو. هنتكلم عن اهم التفسيرات المتعلقة بي. وكمان هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة امتى بتكون رؤيته غير محمودة. اولا بشكل عام رؤية العيش الفينو. اه يكون شكله حلو ويكون اه طازة. فبشارة بنفراجة بتحسن في احوال الرائي. كمان براحة بتايسير امور. اما لما يشوف الشخص انه اه معايا عيش فينو ولكن يشوفه انه يابس شوية او انه وجاف او اناشف. فللأسف من الرؤى اللي بتقوله على مرور الرائي بفترة شوية هتكون اه صعبة. كمان العيش الفينو الفاسد. اه للأسف من الرموز اللي بالأسف بتحذر من فساد العيش الخاصة بالرائي. اه رغم ان هو هيدعب كتير في العمل لكن مش هيلاقي اه مقابل. كمان العيش الفينو اللي فيه عفن فبرده من الرؤى اللي بتدل على حدوث امور يمكن اه سيئة اه في حياة الرائي. لما يشوف الشخص انه بيشتري عيش فينو ويشوف انه شكله اه حلو فده تحقيقه لفوايد وقدوم خير وقدوم اه رزق لو كان اه تاجر فبشارة لي اه بتحقيقه ارباح وبتحقيقه اه مكاسب. كمان شراء العيش الفينو ويشوف انه هو اه طازة اه وشكله حلو ملوش رائحة فبشارة برضو بحصول الرائي على شيء كان اه بيتمنى او كان شيء اه بيسعى اه لي. اه احيانا اه لما يشوف الرائي انه بيبيع العيش الفينو احيانا بيدل على خسارة ممكن يتعرض لها الرائي او فترة شوية هتكون فيها اه حزن. لما نشوف ان انا باخد العيش الفينو اخذ العيش الفينو بشكل عام احيانا بيدل على منفعة هيحصل عليها الرائي من الاخرين. لو خد اه العيش الفينو ده من شخص قريب منه فاحيانا بتدل على مال او على منفع او على مراس ممكن يحصل عليه الرائي. اما اخذ العيش الفينو من شخص مجهول فاحيانا اه من الرموز اللي بتبشر بالفرج القريب وكمان بيه زوال اه هموم. اه كمان لما شوف انا اللي بدي العيش الفينو او اعطاء عيش الفينو لشخص انا عرفيه. فدي انا بقدم له منفع او هقدم له دعم او اه مساندة. اعطاء كمان العيش الفينو ليه شخص قريب مني احيانا بيدل على التعاون اه ما بيننا او ممكن يكون فيه شراكة اه ما بيننا. تقسيم العيش الفينو اه لما نشوف ان انا بقسم عيش الفينو بيني وبين شخص تاني. فمن الرؤى اللي بتدل على شراكة اه اه او تخنى فيه شراكة مع بعض. اه كمان العيش اللي لما نشوف ان انا بدي عيش فينو لشخص ولكن العيش الفينو ده فيه عيب. نشوف ان هو مسلا ناشف او ان هو جاف. فدي خداع اه او اه غش لي الشخص اللي انا بدي له العيش ده. اه كمان رؤية العيش الفينو برضو من الرموز اللي بتدل على منفعة وكمان على خير وعلى سعي الرأي في امور فيها اه خير. اه لما يشوف الشخص انه بيغبز العيش الفينو فيه الفرن فده احيانا بيدل على اكتمال او كمال اه عمل معين هو اه بيقوم بيه وحصوله على منفعة من وراء العمل ده. اه كمان لما يشوف الشخص انه بياكل العيش الفينو فده انتهاء مشاكل وانتهاء خلافات خصوصا طبعا ان يشوفه ان طعمه حلو. اه كمان اه تناول العيش الفينو الابيض اللي اه شكله حلو اه بشارة بسعادة يمكن بها تتعب. اما اكل العيش الفينو اللي هو فيه عفن او اللي هو فاسد احيان بيدل على ارتكاب الرائي ليه معصية او ليه آسم. اما لما نشوف ان انا اكلت العيش الفينو ولقيت ان هو مالح شوية فللأسف برضو بتدل على صعوبة في المعيشة بشكل عام. اما لو كان بيخرج من العيش دود رائحة آآ كريهة فمن الرؤى اللي بتدل على سوء الصمع. آآ كمان الرجل لما يشوف ان هو بياكل العيش الفينو فده رزق ومال آآ آآ هيحصل عليه آآ تحسن في آآ احواله. اما لما يشوف ان هو بياكل آآ آآ عيش فاسد فاحيان بيدل على كسب ومال شوية هيكون في آآ هرمانية آآ آآ كمان لو كان تاجر وشاف انه بياكل عيش الفينو فتاة تحقيقه لارباح وتحقيقه لي آآ آآ منفع آآ شراء العيش الفينو للرجل برضو بشارة بتخوله في اعمال او في مشاريع هتتكتب ليها النجاح وهتتكتب ليها وهتعود عليه بالمنفع. اما بيع العيش الفينو بالنسبة للرجل فتاة تخوله في اعمال للأسف هتكون آآ فيها خسارة لي. الفتاة العزباء برضو لما تشوف العيش الفينو فده سعادة واستقرار في حياتها آآ كمان آآ لما تشوف ان هي بتاكل العيش الفينو فده تحقيق امنيات ليها آآ اما لو كان العيش الفينو فاسد فاحياناً بيدل على فتنة هي بتتبهها. احياناً اكل العيش الفينو اليابس للفتاة العزباء احياناً بيدل على صعوبة او تعطيل في آآ زواجها. اما العيش الالتازة فده بشارة بالزواج القريب. كمان المرأة المتزواجة لما تشوف العيش الفينو فده رخاء وتحسن في آآ معاشتها آآ كمان آآ من الانرقة اللي بتبشرها لما تشوف ان هي بتاكل العيش مع آآ زوجها فده استقرار ما بينهم وحب و آآ آآ مواد ده. اما لما تشوف انها بتبيع العيش فدي ازمة مليا ممكن تتعرض آآ ليها. كمان العيش المحروق آآ من الرموز برضو اللي بتدل على مشاكل او آآ 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 متاعب. آآ آآ لما تشوف انها بتاخد العيش من شخص قريب منها فتح حصوله حصولها على آآ 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 مال من وراء او من آآ آآ ميراز. كمان المرأة المطلقة لما تشوف العيش الفينو شكله حالو فده انفراجة في حياتها و زوال فترة صعبة كانت بتمر آآ آآ بيها لما تشوف ان هي بتاكله و طعمه كان حالو. فده برضو آآ آآ بشارة بتحسن آآ في احوالها في الفترة القادمة. آآ آآ كمان لما تشوف ان هي بتبيع العيش الفينو فده برضو للأسف من الرموز اللي بتدل على أشياء هي هتعملها ولكن الأشياء دي هتكون شوية سيئة كمان المرأة الحامل لما تشوف العيش الفينو فتستقرار في حملها ومرور فترة الحمل بسلام وكمان بشارة بولادة سهلة وكمان ولادة ميسرة لما تشوف انها بتبيها العيش الفينو فده شوية يعني من الرموز اللي بتكون عير مستحبة كمان لما تشوف انها بتاكل العيش الفينو مع زوجها او مع حد من أصدقائها فده دعم ومساندة منهم ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية العيش الفينو بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام